تحت رعاية معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب أقيمت عبر الاتصال المرئي ندوة بعنوان البرلمانات والشراكة المجتمعية تزامنا مع الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام وفي كلمة قدمها سعادة السيد سامة بن أحمد بن خلف العصفور وزير تنمية الاجتماعية أكد أهمية أن يكون للشباب البحريني حضور فاعل في عملية صنع القرار وذلك لمواجهة التحديات التي قد تطرأ على المجتمع الدولي مشيرا في هذا السياق إلى أن الندوة التي نظمها مجلس الشورى والنواب تعتبر مبادرة همة وفرصة للاستعراض التجارب الناجحة في مجالات التعاون المشترك بين الشباب والمجلس الوطنية من جهة أشار سعادة السيد صباح الدوسري عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى وإلى حرص مجلس الشورى المستمر على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحصول على مرئيتها في العديد من التشريعات انطلاقا من الحرص المستمر لدى المجلس في استطلاع مختلف المواقف من أجل بل ورط الموقف التشريعي المناسب بدوره أكد سعادة ناب عمار جنبر عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب أن الشراكة المجتمعية تعد قيمة حضارية تنطلق من المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة ملك البلاد المعظم وتأكيدا للاهتمام الدام من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الشراكة المجتمعية ضمن برنامج عمل الحكومة من جهتها بيّنت الدكتورة فوزية الصالح حضو المفوضية ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيّنت أن المشاركة في الندوة تأتي إيمانا بضرورة عقد شراكات واسعة مع كافة القطاعات في المجتمع البحريني لتحقيق رؤية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورسالتها إلى ذلك شدد الرائد محمد الهرمي من وزارة الداخلية على أن الشراكة المجتمعية أصبحت ثقافة واسمة من سمات المملكة وفي كل مؤسساتها انطلاقا وتأسيسا من النهج السامي لجلالة الملك المعظم واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر